ما الذي يعيقك أن تأخذ الخطوة لأن تتخلص من العمل الذي فيه شبهة ومن المال الذي فيه شبهة ما الذي يعيقك من أن تتقدم في أعمال البر وإن كانت مستحبة لتترقى بين يدي الله سبحانه وتعالى لأنك تريد ما عند الله سبحانه وتعالى الذي عقد العزم ولا يتردد يتقدم كما حدث مع سلمان مع صهيب الرومي رضي الله عنه حينما أرد أن يهاجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت له قريش بالمرصاد جئتنا صعلوقا فقيرا واغتنيت في أرضنا تريد أن تذهب بمالكة لمحمد صلى الله عليه وسلم إنهم يساومونه عن عمل عن سنين الغربة هو مغترب وعمل وكد في الغربة وأصعب مال الذي يجمع الإنسان في الغربة على حساب شعوره على حساب محبته على حساب محبه على حساب علاقته بأقرب الناس إليه إلى غير ذلك أيها الكرام وكنت قد أشرت إلى هذا المعنى فمهم جدا يعني ده أمر ليس بالهيئة وعلى الرغم من ذلك لم يأخذ بالرخصة وقال أنا مصدعفين لأن يريد منزلة المهاجر مقام حدد هدفه فلم يتردد قال أدلكم على مالي وتطرقوني قالوا نعم فأدلهم بكل أريحية المهم أن يفوز له هدف محدد يريد أن يتحصل عليه يريد أن يأخذ الدرجات العلا مش عاوز خمسين في المية ورعده خمسين ولا أقال لا يريد يريد أن ينجح بالتوفيق وأعلى الدرجات بفضل الله سبحانه وتعالى فلذلك قال قال أدلكم على مالي وتطرقوني قالوا نعم أعطاهم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى ربح البيع أبا يحيا ربح البيع أبا يحيا فزد ونزل فيه قول الله سبحانه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يعوض خيرا بفضل الله سبحانه لأنه ابتغى رضوان الله ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بفضل الله سبحانه وتعالى هذا هو حال الإنسان الذي عزم أمره ولا يتردد وامضو حيث تؤمرون قال الله لسيدنا لوط عليه السلام حينما نزل العذاب كان العذاب سينزل في الصباح على القوم المجرمين الذين يأتون الذكران من العالمين وحقت عليهم كلمة الله إن موعدم الصبح ليس الصبح بقريب فقال خذ من معك ممن آمن وابتعد عن الحرام والفاحشة وابتعد عن هذا المكان لأن العذاب سينزل من تواجد سيحل عليه العذاب فقال الله سبحانه وتعالى له فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون خذ طريق النجاح ولا تلتفت لماذا قال الله لسيدنا لوط واتبع أدبارهم الناس اللي مشيت هذه وطركت قومها الذين لم يستجيبوا للوط عليه السلام دولت أهلهم في اللي ترك زوجة ولترك زوج ولترك ابن وأب وأخ وعيلة وما إلى غير ذلك ممن حقت عليهم كلمة العذاب ولم يستنيروا بنور الهدى وأصروا على الطغيان وعلى الظلم إلى غير ذلك فمن الممكن تأخذه رقة فينظر فيلتفت فيأتي موعد العذاب فيهلك مع الهالكين لذلك قال اتبع أدبارهم علشان لو في حد يريد أن يتردد ينظر يعود إذا به يعينه ويقول لو تقدم لا يلتفت منكم أحد امضوا حيث تؤمرون هذا والطريق أيها الكرام هذه الاستقامة أن أعزم على الدخول في جميع شرائع الإسلام وأمضي حيث هو أمر أثناء هذا خطوات الشيطان الشيطان لا يأتي ويأمرك بالمعصية مرة وحيث لكن سيعطيك خطوات أي خطوة رجوع هي من خطوات الشيطان أي خطوة رجوع هي من خطوات الشيطان يحارب معك بكل ما أوتي من قوة لكي يجعلك لا تتقدم في طاعة الله يحارب معك كي لا تسلم فإذا أسلمت يحارب معك أن تتأخر في معاني الإسلام ومعاني الطاعة لله سبحانه وتعالى والتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى فالخطوة تجر خطوات فلا ينبغي على الإنسان أن يستجيب لخطوات الشيطان وأثناء عمله بجميع شرائع الإسلام يعلم أن هناك عدو يتربص به ويقعد له كي يبعده عن الصراط المستقيم فلا يستجيب إلى ذلك ويبتعد عن ذلك ولا تتبع خطوات الشيطان البدايات إذا الإنسان نجح في أنه لا يستجيب إلى بدايات التأخر لن يتأخر لكن استجاب يضعف نفسه شيئا فشيئا فيجعل للشيطان عليه سبيلا والعياذ بالله كما قال الله واتل عليه من نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منا فأتبعه الشيطان البداية من عندي أما ابتدنا تأخر أما ابتدنا تكاسل أما ابتدنا أفطر وأستبيح الكسل والفطور والبعد عن الطاعة والتأخر بعطي فرصة للشيطان أن يتصلط لكن لما كن نور الطاعة حريص على حد معين من نور الطاعة لا أقل عنه ففي هذه الحالة بفضل الله لا أسمح بي خطوة الشيطان المفسدة ولا تتبعوا خطوات الشيطان فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات بعدها بقى هنا بقى أمر خطير المعنى إن عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج فاعلموا أن الله عزيز حكيم عزيز في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب حكيم في حكمه ونقده وإبرامه فعلى الإنسان أن يحذر سبحانه وتعالى عزيز في نقمته حكيم في أمره حكيم في أمره كان بعض السلف يقول فعلينا أن نكون على هذا الأمر نسير على الطريق المستقيم ندخل في السلم كافة ونبتعد عن خطوات الشيطان بهذا نجد التوفيق بإذن الله ترجمة نانسي قنقر